أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إذن دور الولاسلات وبقى غير النتائج اللي كتنوا تلامدوا كتنوا ها أولياء الأمور لأن الواحد يعني كي بيحصد تعب دياله يعني تعب ديال الدورة كلها يعني بالإشهاد بأنك ماشي ماجي المدرسة وتالواليدين توموا كتعبوا مع أولادهم إذن كنتمنى أن الواحد يعني اجني اثمار ديال الدورة بنتائج اللي تكون مشرفة يعني نتائج تكون عالية لتفرح الولدين وكذلك اللي كتنوا نتائج اثمار أولاد ديالهم إذن بالنسبة كما عبت نقول لكم أن النقط مصاركين يندبع إذن جميع الأساسي ده دخلوا النقط إذن بالنسبة لجميع المواد وجميع المستويات القسم الأول الثاني الثالث الرابع الخامس والسادس ابتدائي إذن بقى بالنسبة غير الامتحان المواحد ديال الدورة الأولى ديال السادس غير إنفويسالي والأساسي ده التصحيح هيدخلوا النقاط وبالنسبة كذلك النقاط ديال إعدادي والثاني ومتوفرين في منظومة مصار بقى غير استثناء ديال امتحان ديال الثالثة ديال الدورة الأولى لإنفويسالي والأساسي ده التصحيح هيدخلوا النقاط منظومة مصار يعني منظمة ماسار دبرا فيها النقاط اللي بغير يشوف النقاط دي الولاده إذن بالنسبة الماصار باش تدخلوا له راك يكون عندكم كود ماسار دي الولادكم كتعملوا كود ماسار وكتددوا له أروبا تسعليم فواما وبنسبة القن السري راك تسلموا من الإدارة وبنسبة القن السري ماك تتأخذوا ذلك القن السري من الإدارة من أحسن تبدله يعني تبدله سيميه أحسن إذن باش يبقى على إيدكم إذن أول حاجة بالنسبة لماسار كتعمل غير كود مصار أروبا ساليم وكما قلت لكم القين تسير ديارة كتتاخدوا من عند الإدارة وتبدلو أحسن إذن هاد شليكين أما رسميا استصدار النتائج من منظومة مصار عايكون غدا إن شاء الله يوم جمعة 4 فبراير 2020 يعني تلامت عايسلم النتائج ديالهم يعني قبل العطلة ديال الدورة الأولى إذن النتائج عايكونوا إن شاء الله غدا يوم 4 فبراير 2020 يعني عايسلموها تلامت عايسلمو تلامت النتائج من المؤسسات التعليمية ديالهم إذن النتائج عايكونوا قبل العطلة ديال الدورة الأولى اللي عاي تبدأ إذن يوم 6 فبراير يعني في أسبوع حتى 13 فبراير إذن عندكم أسبوع ديال عطلة والنتائج عاي تسلموهم قبل العطلة يعني عايكون غدا 4 فبراير 2022 إذن كنتم لكم حد موفق وتجيبوا نقطة عالية لتفرحوا بها وتفرحوا بها يعني تفرحوا بها وليدكم إذن لما جابش إذن هذه مش نهاية العالم لما جابش النقاط ممكن يدارك يخدم يعني يشاهد ويعني ويعودها في الدورة التانية أنا كنتم لكم حد موفق كنتم لكم جيبوا نقطة عالية لجميع المتابعين جميع التلميذات جميع التلامين نقطة عالية لتفرحوا بها وليدكم لأنه ممكن تضروب فارغ الصبر هذا النتائج شكراً وإلى اللقاء وحد موفق للجميع ترجمة نانسي قنقر